ثم أحبائي الأشياء اللي بنعملها بالفعل إن كان سرقة إن كان وشاية إن كان كذب إن كان زنا إن كان قتل يعني كل هاي الأشياء الفعلية اللي أنت بتأذي أخوك الإنسان اللي بيتكلم عنها في الوصايا العشر واللي المسيح أعطاها تعريف أعمق في عزته على الجبل فالخطية بسواء بالفكر بالقول بالفعل سواء إنك امتنعت إنك تعمل خير بأي شكل هي موجهة إهاني ضد الله لكن الله محبة والله قدوس يكره الخطية ولأنه الله محبة أكيد بحب الإنسان الله قابل الإنسان أو عكت فك أنت بتجي للرب على أساس إنك إنت عم بتجي من خلال زبايح من خلال بر الزاتي من خلال التقوى من خلال الإمكانيات الكتاب يقول ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذ الجميع أخطأوا ليس بار ليس من يفهم ليس من يعمل فإذن حكم علينا في كل هذه الدوائر ويقول في رسالة روميال صحيح الثالث إذ الجميع تحت القصاص يعني الجميع بيتكلم عن اليهود بيتكلم عن الأمم بيتكلم عن الجميع تحت القصاص لأنه الخطية إهاني موجهة ضد الله ترجمة نانسي قنقر